الفساد أوضح لك يا عيد دروس الفساد يعني مثلا مثلا يعني الفساد هو أنه ناس ما حصلوش يعني إجار شك وهم أسر شهداء وفي ناس يعني كان ما فيش معهم أي حاجة وفجأة بيفتحوا كسارة مثلا مثلا فتحوا كسارة بمئة الملايين اليوم تمتلك الملايين الدولارات انتو هذا اللص صارغ رواتب المؤذنين هاني بن بريك من إيه لكم هذه الملايين خمسين مليون فتحتوا كسارة انتو هاني بن بريك في عدن يعني بمعدل خمسين مليون دولار من إلاك هذه الملايين ثورة ثورة يا جنوب صدقوك المغفلين هذا مثل نضرب مثل فقط يعني إيش معنا فساد يعني مع أنه كسارة توقيتها مناسب صراحة أي واحد يفتح كسارة في هذا التوقيت وعدن خارجة من حرب ودمار فالناس تريد تبنيه وكذا توقيته مشروع في وقته صراحة وهنا تتجسد حكمة وحنكة القيادية الناجح أنه يعمل المشروع المناسب في الوقت المناسب طبعا شريكه في الكسارة هو نفسه شريكه في الإنقلا نعم أنا وزير فلتأتي توجيهات من التحالف من السعودية والإمارات أنا حاضر إكف وزير في الشرعية وتتلك أوامرك من دول ذانية ومعنك وزير في الشرعية أنا وزير ما جابتني الشرعية خلاص نايا لا ترفعش صوتك نزلوك من الانترنتين تمام لا ترفعش صوتك الوزير الوحيد في العالم في حكومة ما يتلكش أوامر من الحكومة فقطوا ساكن عندهم احتراما لهم وأكلوا وشربوا عليهم بس الأوامر والتوجيهات من دول ذانية هذا الوزير الوحيد في العالم بهذا الصفة طبعا هذا شريكه الكسارة هو نفسه من أسطر بيان النفير العام وإعلان الانقلاب على حكومة الشرعية نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا ولمواتنا الجنوبية بأن تزحب إلى أصر معاشد لإسقاط الخوانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر